الفكرة ان احنا يعني التغيير المجتمعي بيتم بالتجربة واحنا بنجرب ونصلح ونتبقى احسن وحاجات بنجهدها لانها ما اثبتتش نجاح وكذا طب ده كلام كويس جدا طب هنا برضو هيخليني هاعد افكر معاتك بصوت عالي هل احنا لدينا في الوزارة مخطط زمني انه انا المرحلة دي او المرحلة الاولى انا عايزها تبقى من مثلا سنة كذا لسنة كذا عشان بعد كده هنتقل لمرحلة تانية متعلقة بالنوع ده من القدمات من سنة كذا لكذا وما الى ذلك انا عندي ده جوة الوزارة او طبعا عندي جوة الدولة مش جوة الوزارة جوة دولة كلها جوة الدولة طبعا لان انا عندي مثلا ان شاء الله سنة جاية في عدد كبير من خدمات نازل خلاص مركزين في خدمات العدالة مركزين في خدمات التربية والتعليم فمركزين في خدمات الاستثمار خلاص احنا عندنا دلوقتي حوالي 168 خدمة خلاص ونطمع ان احنا نوصل لأرقام كويسة في سنة الثلاثة وعشرين ده 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 يعني زي ما تقول ده كده خط لكن في خط تاني بقى ان احنا نعمل تطبيقات محمول بتعتمد على يعني احداث الحقيقة وابتاع حوالي حضرتك لما جيلك مولودي بقى خدمات المولود كلها لما حضرتك تبتدي شغل تاخد خدمات الشغل دوت انت بالنسبة لك كمواطن مايفرقش عندك مين اللي بيقدم الخدمة صح فاحنا يمكن من الحاجات الكويسة اللي حصلت احنا بنتعاون مع مؤسسات دولية ويمكن احب بلغ الجمهور ان احنا لسه طلعين يعني في مؤشر مهم جدا في البنك الدولي اسمه جاهزية الحكومة الرقمية مصر كانت هما اربعة اربعة تصنيفات A و B و C و D مصر كانت في السي السنة اللي فاتت نطينا لل B والسنة دي نطينا لل A احنا احنا ومعايا حتى التشارتز وموجودة فحضرتك ايه احنا في اول 69 دولة في المنظومة دي معنى كده ان احنا بدأنا في اللعب مع الكوار اه احنا كده بنلعب مع الاتحاد الاوروبي وبنلعب مع امريكا الشمالية يعني يعني انك اوري لحدك الصورة بعد الحلقة مصر بنورة كده في افريقيا احنا تلات دول في افريقيا اللي في الايه احنا ومين احنا وكينيا ورواندا حلو جدا رواندا بدقين من بادي رسلوهم كمان قوي بس حدك رواندا ما عندهمش المية واربعة مليون لأ طبعا صراح ما عندهمش خدمات يعني دي لحدك مثال من فهو المؤشر دوت بيئيس اربع حاجات بيئيس مستوى الميكانة بيئيس مستوى الخدمات بيئيس مستوى الافراد اللي بيشتغل وبيئيس المستوى الممكنات بصفة عمال البنية التشريعية واحد كذا فاحنا بنتعامل بهذا الشمولية في التفكير بس ارجع تاني للخدمات احنا عايزين نقدم خدمات تعتمد على مناحي الحال ترجمة نانسي قنقر